بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الإخوة والأخوات الأساتذة الكرام والحضور الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني ويشرفني أنا محدثكم عدنان قلعجي أن أرحب بكم في هذا اللقاء العلمي المميز والذي بعنوان دردشة لغوية تجارب وخبرات بين أركان المجمع اللغوي إن هذا اللقاء يعد فرصة فريدة لتبادل الأفكار والخبرات بين نفة من علماء اللغة العربية وممارسيها إن اللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتواصل بل هي تراث حضاري وثقافي يعكس هويتنا ويشكل جزءا لا يتجزأ من تاريخنا وبهذا اللقاء نأمل أن نسهم جميعا في تعزيز مكانة لغتنا العزيزة ونناقش التحديات والفرص التي تواجهها في العصر الحديث أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأساتذة الأفاضل الذين تفضلوا بالمشاركة وتقديم خبراتهم الثمينة والحضور الكريم على اهتمامهم وحرصهم على إفاء هذا اللقاء نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والفائدة وأن يجعل هذا اللقاء نافذة مشرقة على عوالم اللغة العربية الثرية أحبتنا الكرام سيدير هذا اللقاء العلمي الدكتور محمد حجاج المحاضر في جامعة القاهرة وخبير تعليم اللغة العربية للناطقين في لغات أخرى وأليكم أحبتنا الأفاضل نبذة مختصرة من سيرته الذاتية الدكتور محمد سيد حجاج أكاديمي وشاعري درعمي وناقد أدبي عضو اتحاد كتاب مصر ومؤسس لجنة إحياء التراث عضو رابطة الأدم الإسلامي ومؤسس لجنة النهوض بالعربية وتحقيق التراث خبير لغوي باتحاد المجامع العربية والمركز القومي للترجمة مدير أكاديمية بواد المجاز للعلوم العربية والإسلامية حصل على جوائز عديدة من ساقية الصاوي ومعهد إعداد القادة وجامعة القاهرة ومزارة الثقافة المصرية له أكثر من برنامج تلفزيوني وحلقات متنوعة على شبكة قناة إقرأ وقناة الفتح وقناة الندى وفي إذاعة البرنامج العام والثقافي والشباب والرياضة وصوت العرب له مؤلفات وبحوث عديدة في مجال تعليم اللغة العربية والثقافة العربية والنقد الأدبي والشعر العربي الأصير منها مهارات تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى مهارات التحرير والتدقيق اللغوي للمترجمين والإعلاميين وأيضاً قراءة النص بين النقد الأدبي والتحرير اللغوي وأيضاً ديوان سنى الأشعار وديوان يوجينا وديوان حائكة الهواء وديوان نبي لم يوحى إليه كل التوفيق لحضراتكم دكتور ولكم الصلاحية كاملة في إداة هذا اللقاء فالتفضل على بركة الله مأجوراً مشكوراً تفضل سعادة الدكتور محمد حجاج معكم الصلاحية أشكرك جزيل الشكر سعادة أستاذ عدنان على هذه التقدمة الضافية للقاء أشعر ونحن نحضر له ونجهز أنه لقاء فارق في هذا المجال مجال التدقيق اللغوي والعمل المجمعي لماذا؟ لأننا أمام ثلاث مميزات كل واحدة تترقى في مجال اللغة العربية بوجه عام وتسمو بأهلها فالميزة الأولى الحديث عن هذه اللغة العصماء الشماء هذه اللغة التي لو لاها ما كان لنا شأن بعد الإسلام كذلكم الميزة الثانية المكان الذي يستضيف هذا الموضوع وهذه المنصة هذه المنصة التي رأيت فيها جهوداً تشعرنا أننا لا نزال بخير وتشعر الآخرين أنهم أمام منصة حقيقية لا تأخذ جانب الربح من مفتتحاتها أو أساسياتها بقدر ما تأخذ جانب التعليم والتعلم والتدريب في مجالات العربية بوجه خاص الميزة الثالثة هذا الضيف العملاق هذا الدرعمي العجيب المدهش الذي تخرج في دار العلوم منذ أعوام عديدة هذا الخبير تخرج في دار العلوم قبل أربعين سنة ألف تسعمية تلاتة وتمانين تخرج الأستاذ مجاور سيد مجاور السكران وحصل على لسانس اللغة العربية والعلوم الإسلامية سنة ألف تسعمائة وثلاثة وثلاث وثمانين وعامل في المجمع اللغوي وعمل في مجال التدريس لكن التكلفات الحالية له أنه خبير بلجنة المعجم الكبير بمجمع اللغة العربية ومدير شؤون مقر اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية بالقاهرة وظائفه السابقة مسؤولياته كان كبير باحثين هنون بدرجة مدير عام في مجمع اللغة العربية ومدير مكتب الأمين العام للمجمع وتنبه إلى هذا المنصب المهم في هذا السياق الخاص بالندوة وكان المدير اللغوي لاتحاد المجامع اللغوية العلمية مدة سبعة عشر عاما ومدير إدارة الشكاوى والمتابعة والاتصالات اللغوية بالمجمع من 2007 إلى 2015 أبرز أنشطته المجمعية حضوره المعتاد في لجنة المعجم الكبير لسيما لجنة الإعداد ولجنة المعجم الكبير ولجنة التنسيق وإعداد مواد المعجم الكبير والمشاركة في إعداد كراسة المعجم التي تعرض على مؤتمر المجمع وتحريرها وتصحيحها كان له تدريب للمحررين الجدد على الأعمال المجمعية مراجعة موادهم التي يحررونها وله مشاركات عديدة في الجزء الثالث مثلا من كتاب التكملة والذيل والصلة للزبيدي والجزء الأول من كتاب ما يعول عليه شاركة في الاحتفال بالعيد الماسي للمجمع ومراجعة طبعة المعجم الوجيز الأخيرة ومراجعة كتاب دليلك إلى الصواب اللغوي وكتاب قطوف ومختارات عمل في مؤسسة هجر ومؤسسة سفير ودار الموقف العربي ومدققا ومصححا في مطابع الفرزدق التجارية بالرياض مكتبة الملك فهد الوطنية مركز الملك فيصل للبحث والدراسات الإسلامية وتعاون مع مؤسسات كثيرة جدا دارة الملك عبد العزيز دار ثقيف مؤسسة طراث دار القمم دار ابن حزم يا الله نحن أمام كنز لغوي خبراتي عجيب نحاول في هذه الدردشة أن نتوقف وأن نستكشف وأن نستخرج هذه الكنوز من بين أحضان المجمع اللغوية ولذلكم حتى لا نتوه حتى لا نطنب وتأخذنا الحماسة العشوائية حددنا نقاطا نتناقش حولها أول هذه النقاط وهو ما أدعوه إلى التفضل بطرح وجهة نظريه فيها نشاط المجمع مجمع اللغة العربية بالقاهرة واتحاد المجامع اللغوية في الآونة الأخيرة ومدى إدخال التطور التكنولوجي فيهما والأثر الناتج عن ذلك في اللغة العربية تفضل أستاذ مجاور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الآل والصحب الكرام وبعد فأولا وقبل أي شيء أتقدم بشكر الجزيل للإخوة الأساتذة الكرام القيمين على أدارة المنصة لإتاحة هذه الفرصة كما أتوجه بالشكر لكل من سمح وقته وظروفه له بالحضور وأتقبل عذر كل من لم يتوائم أو يتناسب الموعد مع موائده وأرجو أن يتمكن من مشاهدة هذا العمل بعد ذلك الدكتور حجام ذهب بعيدا عما كنا ننتوي ولكن لا بس فالمجمع له كل فضل فيما نحن فيه الآن أولا مجمع اللغة العربية بالقاهرة بدأ بدأت فكرة الإنشاء عام 1932 وأصدرها الملك فؤاد منشور بإنشاء المجمع الملكي للغة العربية في مصر ولم تبدأ الجلسات إلا في عام 34 كانت أهداف المجمع في بدايته تتمحور حول بدل الجهود للحفاظ على سلامة اللغة العربية وجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون ومستحدثات الحضارة المعاصرة والعمل على وضع معجب تاريخي لغوي والعناية بدراسة اللاجات العربية الحديثة في مصر وغيرها من البلاد وإصدار مجلة تنشر بحوثة لغوية والعناية بتحقيق بعض نفائس اقتراب وللحقيقة وليس للمجاملة فإن مجمع القاهرة الذي كان ثاني المجامع فأول المجامع وهذا للتاريخ هو مجمع اللغة العربية بدمشق يليه مجمع القاهرة ولكن لهذا مجمع القاهرة تسلم الأمر وأخذ الريادة بما أنتج وينتج حتى الآن من إنتاج معترف به في كل الدنيا وليس في الوطن العربي فاسم وعلى سبيل المثال للحصر يعد المعجب الوسيط هو أوفى وأحدث المعاجم العصرية والتي تربط القديم بالحقيقة وبضافة طبعا لعدد كبير جدا من المعاجم العلمية المتخصصة علاوة على نفائس التراط زي التكملة والذير والصلة للصغاني والتكملة والذير والصلة للزبيدي ولغة تميم وبعض اللهجات العربية أيضا نتاج علمي وفير جدا في كل المجالات ولعلي أذكر عندما أتحق بالمجمع كانت هناك محاضر جلسات المجمع وأدعو كل مهتم وحريص على اللغة العربية أن يطالع هذه المحاضر لأن محاضر الجلسات المجمع كان فيها نقاشات علمية ثرة وجريئة وقوية وبين علماء أفذاد عندهم مراس في استخدام اللغة وقدرة على التعبير وقدرة على النقاش والوصول إلى القرار الصحي لنتج عن هذا الأمر الكتاب الذي كنت أتكلم مع أخي الدكتور عدنان عنه وهو مجموعة القرارات العلمية في خمسين عام هذا الكتاب يمثل خلاصا ما جاء به المجمع خلال خمسين عام من قرارات علمية في أبواب مختلفة فبابه الأول يتكلم عن شيء يهتم به كل لغوي في أقيصة اللغة وأوضاعها العامة وفي عديد من الموضوعات يليه باب في الباب الثاني في الترجمة والتعريب وكتابة الأعلام الأجنبي وهو باب مهم أيضا أما الباب الثالث فكان عن وضع المعاجم والمصطلحات بصفة عامة ويهمنا في هذا الباب بصفة خاصة بالنسبة لما نحن فيه الباب الرابع في تيسير النحو والصرف والكتاب العربي والعلم الأهم ما جاء في هذا الأمر ما جاء فيه قواعد تيسير كتابة الهمزة في دورتين متتاليتين في الدورة السادسة والعشرين والسادسة والأربعين وأرجو أن يطالع الجميع لأن فيها فائدة عظيمة جدا أيضا ما جاء عن الألف اللينة ونقط الياء في آخر الكلمة ما هو معمول به الآن أيضا في فصل الأعداد من ثلاثة إلى تسعة مع مئة وفي بعض قواعد الشكل والضبط في الكتب المدرسية كل هذه الأشياء تضمنها هذا الكتاب القيم الذي ربما بعض الحاضرين لم يسمعوا به فأرجو أن يبحثوا عنه على الشابكة وأن يطالعوه ففيه فوائد جم هذا عن نشاط المجمع القديم والمجمع كان حريص كل الحرص على إثراء المكتبة العربية بالمعجم الوسيط وقبل سنوه الصغير الذي يناسب غير المتخصصين والطلاب المرحلة الثانوية والجامعية وهو المعجم الوجيز أما الوسيط فيناسب بعض المتخصصين في علوم أخرى والمرحلة الجامعية وما بعدها والعمل جاري حتى الآن في المعجم الكبير الذي صدر منه حتى الآن حرف الضاد وكان العمل يسير فيه وإيدا حقيقة حتى جاء شيخي وأستاذي الشيخ حسن الشافعي وجاء بهمته فصدرت أجزاء عديد اتباعا ونرجو أن يتم هذا العمل الكبير الذي كان عوض عن المعجم التاريخي باللغة العربية وهو الأمر الذي يسوقنا إلى الكلام عن اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية هذا الاتحاد المكون من أكثر من 14 دولة عربية تحتوي على مجامع لغوية أو علمية يأتي في مقدمتها المؤسسون مجمع دمشق ومجمع القاهرة والمجمع العلمي العراقي ويأتي بعد ذلك الأخوة الذين انضموا تباعا حتى آخر مجمع وهو مجمع مجلس اللسان العربي بموريتانيا وكان قد سبقه مجمع الشارقة الذي كان له الفضل وفضل الكبير لأميره الشيخ الدكتور سلطان القاسمي الذي تبنى المشروع الذي أنشئ من أجله مجمع القاهرة وأحياه مجمع دمشق إحقاقا للحق والسعي لصدور المعجم التاريخي لللغة العربية وأدعو الجميع لدخول على الشابكة ليروا هذا المعجم المتاح للباحثين حتى حرف الضاد على ما أعتقد أيضا وهو عمل جبار وسينجز إن شاء الله قبل الانتهاء من المعجم الكبير الذي يتبناه مجمع القاهرة أرجو أن تكون في هذه الكلمات إجابة ليست وافية ولكنها كافية في نشاط المجمع ونشاط الاتحاد وإن كان للاتحاد قبل هذا المشروع العملاق عديد من الندوات التي أوريت في عدة عواصم عربية أشهرها دمشق وعمان وتونس هل صاير المجمع اللغوي فعاليا التطور التكنولوجي هل استفاد من هذا التطور نعم نعم بدون شك يعني لك أن تتخيل أنني عندما أتعاق بالمجمع عام ستة وثمانين وتسعمائة ألف من القرن الماضي كنا نصنع الجذر اللغوي من خلال الجزازات ونبحث في الأوراق ونكتب الجزازات ثم نرتب الجزازات ثم نكتبها في صفحات ثم ترسل إلى عامل الرقن اللي يرقنها على على الجهاز الآلة الكاتبة ثم تطبع على الاستنسل ولا أدري هل رأيت الاستنسل أم لا أخي محمد حقاق ثم بعد ذلك تطبع استنسل للطريقة الطباعية الورقية القديمة لتعرض على اللجان كل هذا الآن انتهى وانتهى زمنه فالمحرر يدخل على الكمبيوتر ليبحث عن الجزر ويبحث عن المادة وهيكتبها وهو بنفسه ويجهزها سترسل كل هذه الخطوات انتهت أيضا كما يقولون السملاء والإخوة في السعودية بكبسة زر هذا يقولون يقول بكبسة زر تحضر المعلومة نستطيع ان نقول ان المجمع يواكب التطور التكنولوجي بمظاهره المختلفة بعكس ما يشاع عن انهم بيروقراطيون وتقليديون ولا يزالون حتى هذه اللحظة يعيشون ربما كان هذا يطلق قديما اما الآن فان التكنولوجيا غزت كل شيء وحتى يعني انا يعني انا تعجبت ان استاذي الدكتور احمد الضبيب والزملاء في سعودية يعرفونه كثيرا فهو امام في اللغة هذا الرجل يطقن التعامل مع الحاسوب بكل تبعاته وبكل تقنياته فلابد ان لمن يريد ان يساير العصر ان يحدو هذا الحاسوب نعم ننتقل الى نقطة مفصلية الحقيقة سنختار بعض القرارات المجمعية المتعلقة بالخط العربي ونعرف بها نموذجا لانشطة المجمع اللغوي طبعا انا ذكرت قبل قليل انه ربما بالنسبة لي على الاقل هو مسألة نقط الياء لان هذه كانت مرفوضة بداية من بعض الخدامة لكن المجمع اتخذ فيها قرارا وقال ان الياء تنقط حتى يكتمل المعنى اما التي تهمنا فهي قواعد ضبط الهمزة وتنظيم كتابتها نعم والمجمع بنفسه في دورته السادسة والعشرين قال ترسم الهمزة في اول الكلمة الفا توضع فوقها قطعة العين الصغير اذا كانت مفتوحة او مضمومة وتوضع تحتها القطعة اذا كانت مكسورة مثل ان اكرمني فسوف اكرمه اكراما طبعا انا لي رأي في هذا الامر سأأتي اليه لاننا عندنا خلط كبير بين الهمزة والالف ولكن ليس هذا وقته ايضا قالت ترسم الهمزة الفا اذا دخل على الكلمة حرف نحو فانا وبانا ولانا وهكذا فالهمزة هنا هذا الكلام لا بد التعرض لي بعض الناس يظنون حتى في كتب المعاجب ان الهمزة هي الالف والالف هو الهمزة عفوا هذا تصور يعني على المستوى الشخصي لا اقبله لان الالف حرف والهمزة حرف اخر الهمزة هي الحرف المعجمي الذي له باب في كل معاجم اللغة العربية اما الهمزة فهي تمثل الفتحة الطويلة نحن عندنا في نظام اللغة والكتابة العربية هكتقصد الالف عندنا حروف عندنا حروف وعندنا حركات وان كانت طمسة هذه الحركات الان ولكن عندنا حروف وحركات الحروف هي الهمزة والباء ابجد هوس حطي كلمة صعفف قرشت تاخذ نظر هذا هذه هي الحروف نعم اما الحركات الفتحة والضمة والكسرة ففي فتحة طويلة هذه الفتحة الطويلة هي الالف بالنسبة لي او ما توصلت اليه من خلال خبرات متراكمة اما الضمة الطويلة فهي الواو وهذا يعرفه الجميع وأما الكسرة الطويلة فهي الياء هذه الالف التي ظلمت وارسقت بانها الهمزة حتى في كتب المعاجم يقول الهمزة هو الحرف الالف والالف هو الهمزة هذا غير ما لان الالف حرف والهمزة حرف وان كان الحرف الالف هو حرف ليس من ابواب المعجب لكنه في الهجاء موجود هو حركة ونستخدمه استخدمات عديدة نحن نقول ان الالف هذا هو الالف مد ونقول عليه كذا والذي صنع المشكل وجاء به هو سيد النحويين العرب سبويه عندما قال همزة القتل اما القديم وما قال به الخليل بن احمد فهو الالف الوسط فالالف الوسط هي الالف التي عليها صات صغيرة والمعروفة في القرآن هي الالف والهمزة ليس لها علاقة بهذا الامر والذي جاء بهمزة القطع جاء ليقابل همزة الوسط التي لا وجود لها لا يوجد شيء اسمه همزة الوسط الموجود هو الالف الوسط الالف للابتداء بالساك واحترم رأي سبويه لا اقول فيه شيئا لانه جاء بهذه الالف دون سابق فاذا جئت بها دون سابق نطقت همزة مكسورة زي اضرب اشرب هكذا لكن اذا قلت واضرب واشرب لن تجد لهذه الالف الهمزة شيء فليس في الهمزة يعني حضرتك بتريد التمييز بين هذين الحرفين تمييزا تعليميا ام تمييزا علميا يعني دعواتك الان دعواتي دعواتي ان يميز بينهما علميا وتعليميا وهو الاسهل الطالب الصغير يا صديقي عندما تقول له همزة يبحث عن همزة هو يبحث عن همزة يراها اين هي لا توجد همزة اصلا فهنا يأتي الاشكال انما اذا قلت للطالب انها الف واصل انتهت المش المسألة انتهت برمتها هذا في باب وقل لي بربك قل لي بربك انت تقول همزة قط هل هناك شيء في الهمزة هي غير قط يعني في همزة وفي همزة قط يعني اعرف لي الهمزة واعرف لي همزة القط لا لا صحيح لكن حضرتك هذا التمييز او هذا التفريق يكون في باب التدقيق اللغوي فضلا ان يكون في باب تعليم الحروف او الابجدية لا لا في الاثنين يا صديقي في الاثنين بل ان التعليم 29 حرفا يعني سندرس الهمزة باطلالاتها وحركاتها المختلفة ثم الالف الالف حركة واحدة عفونا يا صديقي عفونا يا صديقي انت تقول ان الهمزة عندما تأتي في اول الكلمة ها زي زي اذا او ان او ما شئت تبادل لها حركات متخاوية عفونا دكتور هذه الهمزة وضعت على الف تمام عندما تكتب رؤية بتطع الهمزة على ماذا يا دكتور على الواو لا رؤية رؤية تضعها على كرسي على كرسي زي سؤالة الهمزة المكسورة تمام تضعها على كرسي نعم وايضا عندما تقول طباط بتضع الهمزة على واو على الواو هل بتسمي هذه الواو همزة هل بتسمي الكرسي همزة فلماذا تسمي الالف الذي وضعت عليه الهمزة همزة اه انا اريد التيسير يا صديقي التيسير والمعقول والمقبول في عقل الانسان الهمزة حرف والالف حرف واسدت النحو وهم كثر ومنهم زملاء يشاهدوننا الان يقولون ان احرف الزيادة سألتمونيها او هناء وتسليم ويقولون هانون الف همزة يعني فيه الف وفيه همزة أليس كذلك بلى اذا الالف له وجود لماذا نلغي وجوده بسبب مصطلح همزة الواصل الذي يجعلنا نخترع مصطلح اخر اسمه همزة القطر معنى لا يبد همزة وهمزة قطر هي همزة اذا هذه النقطة الحقيقة بعض قرارات المجمع العلمية المتعلقة بالخط العربي تتيح الفرصة ايضا لنسأل سؤالا منبثقا من هذا المحور المجمع اللغوي هل له اي انشطة حاليا تخص الخطوط العربية الخط الرقعة الرقعة الخط النسكة او ليس له اي نشاط نعم هذه حقيقة اكمل بس محمد عفوا نأتي بقى للهمزة في وسط الكلمة وهذه هي المشكلة اذا كانت ساكنة رسمت على حرف مجانس لحركة ما قبلها مثل فأس وبئر وسؤل وهذا ما كنت اقول لك من قليل عليه فأس الهمزة على الف على الف بئر الهمزة على ياء على ياء على نبر سؤل الهمزة على واب نعم تمام نعم تمام يا دكتور معاك يا دكتور معاك يا دكتور اذا فالالف لماذا لما اجي عن الهمزة اللي على الالف اسمي الالف هذه همزة او اسمي الهمزة الالف لا الهمزة حرف والالف حرف بدليل ما اقرأه الان اذا كانت مكسورة الهمزة رسمت على ياء مثل رؤية ويائسة ومئين جمع مئة ومئين جمع مئة هذه أيضا من فضائل المجمع أنه ألغى أو قرر حسف ألف مئة وفي هذه إشارة إلى أشياء قديمة ربما كانت سبب كتابة مئة بالألف فمئة كتبت بالألف في الكتب القديمة لمن يتعاملون مع المخطوطات العربية والمخطوطات القديمة خاصة التي كتبت وما أكثرها بالخط الفارسي يجدوا كلمة فئة تشبه مئة تماما فئة ومئة في كتابة الخط الفارسي تماما فوضعوا ألف سمية الألف الفارقة بين فئة ومئة كان هذا سبب تاريخي أيها نعم عندما نعلم أولادنا في النحر نقول له أن فئة جمعها فئات وهو ملحق بجمع المؤنس السالم ومئة جمعها مئات وأبو الحق بجمع المؤنس السالم مع أن مئة لو كتبناها بالألف لن تصبح جمع مؤنس تصبح جمع تكسير لذلك اتخذ المجمع القرار بحسف كلمة حرف ألف لانتفاء السبب الآن بالتقدم والكتابة انتهى هذا السبب هذه واحدة أيضاً وهذه أهم نقطة نعرض لها إذا كانت مضمومة رسمت على الهمزة المتوسطة مثل قرأوا وشؤون إلا إذا سبقتها كسرة قصيرة أو طويلة فترسم على يا زي يستنئونك ويستهزئون وبريئون ومئون معي يا دكتور؟ معاكل معاكل الذي يهموني أيضاً إذا كانت مفتوحة رسمت على حرف من جنس حركة ما قبلها مثل يسأل ويأس وهذه مهمة جداً لأن جاء فيها سؤال عند بعض الامتحانات كلمة يأس كيف تكتب وجيئة وهيئة وإن كانت هيئة هذه في نفسي منها شيء لأن كل الهيئات تكتبها على كرسي ولكن قرار المجمع يقول أنها تكتب على ألف وهذا معمول به عند إخواني في المغرب العربي وقد التقيت بهم كثيراً إذا كان الساكن حرف مد رسمت مفردة مثل تساءل وتفاءل ولن يسوءه وأرجو أن تراحز تساءل تأسين ألف همزة يعني الألف شيء والهمزة شيء أنا أتكلم بصيغة التيسير على الطالب الحصيف الصغير الذي يجب أن أفرق له بين الهمزة والألف حتى لا يرتبس عليه الأمر صحيح أما في نمرة خمسة وهذه مهمة جداً الهمزة المتوسطة إذا لحق بالكلمة ما يتصل بها رسماً كالضمائر وعلامات التثنية والجامع نقول جزئين الهمزة على ألف جزاؤه الهمزة على واو لأن جزاؤه هتبقى الهمزة مفردة لكن جزاؤه هتبقى على واو يبدأون على واو بعدها واو وشيءه تمام؟ أيها هذه القرارات الجميلة والتي أخذ بها الدول العربية جميعاً على ما أعتقد حتى أني سمعت أن السلطان قبوس عليه رحمة الله أصدر مرسوماً سلطانياً في سلطانة عمان لتكتب شؤون على واو بعدها واو لأن المجمع في الدورة ستة واربعين وبعدها دراسات عميقة رأى أن تكتب شؤون على كرسي ومسؤول على كرسي تيسيراً عنها شئة لكراهية توالية الأمثال وإن كان كثير من الناس لا يحبون هذه القاعدة هذا بعض ما أقول حتى لا أصيب في هذا هي في الحقيقة مشكلات الهمزة طبعاً كما يعرف كثير من اللغويين والضراعمة خصيصاً يرون أن هذا الدرس درس الهمزة عموماً وطريقة رسم الهمزة يأخذ وقتاً عجيباً وطويلاً في التدريب والتعلم ويحتاج إلى الدربة والممارسة حتى يتمكن منها فالهمزة مشكلة أبدياً شئنا أبدياً إن كانت هذه القرارات التي أطلقها المجمع وقد لا يسمع بها كثير من الناس يعني أنا واثق الآن أن بعض القرور أول مرة يسمع هذه القرارات الميسرة بعضهم يجنح إلى التخطئة ويسارع إلى التصويب دون أن ينتبه أو يتنبه إلى أن للمجمع قراراً تيسيرياً في هذا الأمر ننتقل إلى نقطة أخرى والحديث ذو شجون ونعول على نظام الأبجادية العربية وقد أتحت فيه النظر إن كانت هناك إضافة أخرى لهذا المحور ربما بس الناس الآن يعني كثير منهم الأبجادية طبعاً إحنا عندنا الأبجادية المأفوذة القديمة التي في اللغات السامية اللي هي أبجاد هوت حطي كلام سافس قرشت هذه هي القديمة المعروفة ولكن الثاخر الضزب هذا أزاده إمامنا نصر بن عاصم الليثي عليها ولكن هذه الأبجادية كانت معمول بها في شيء جميل اسمه حساب الجمل وحساب الجمل إطلالة سريعة هو تحول هذه الحروف إلى أرقام وكان يستخدم في الميراث وتحديد التواريخ دون ذكرها في الميراث مثلاً عندما كان رجل كبير يترك لأولاده أموالاً فيقول مثلاً ابني فلان شجاع فتحول كلمة شجاع إلى أرقام وتجمع فيقول نصيبه من الميراث يقول هذا سمصام تحول سمصام إلى أرقام ومن الطرائف في هذا الأمر وعود جباه كتب التراث وأيضاً على الشابكة لمن يريد طرائف لغوية جميلة وأطرفها يمكن على الإطلاق عندما سأل أحد الشداء أستاذه متى ولد السلطان برطوق فقال له في المشمش وفعلاً إذا أتيت بكلمة في المشمش وحولتها إلى أرقام وجمعت هذه الأرقام تجد السنة التي ولد فيها السلطان برطوق بالفعل وهذه أموالاً جميلة ولكن ربما خشي الناس منها لأنها أيضاً استخدمت في علم التنجيم والثلاث السحر والطلاث أيها ابتعد الناس عنها ثم جاءت الأبقادية الحالية لها أبتة بوح الألف بائين لأداء العملية واحتلت الأمر هذا يقودنا إلى أن نتحدث عن الحركات التي أهملت بشكل جبار جداً من مستعمل اللغة العربية والناطقين بها إهمالاً كبيراً نشأ عنه العديد والكثير من المشاكل للقارئ أو للمستمع إذا كان لا يعرف وهذا الإهمال أيضاً وأنوه هنا وأذكر الأسادة الكارمة الذين يحضرون ويشرفون أن هذا أمر جد خطير فيما يتعلق بشيء اسمه السمونا الآن الذكاء الاصطناعي لأن الذكاء الاصطناعي لابد لمن يدخل كلمات بالعربية للذكاء الاصطناعي لينطقها لابد أن يضبطها ضبطاً حرفياً كضبط الكرآني حتى يتمكن من الآلة تتمكن من قراءتها قراءة صحيحة هذا ضرورة قصوى فهذه الحركات أيضاً مهمة جداً جداً في البناء نحن نهتم دايماً ويصرف الهم والنظر كله لمسألة النحو دون أن ندري أن النحو هو ببساطة شديدة هو هندسة العربية نعم ولكنه علم يبحث في أواخر الكلمة يبحث في آخر الكلمة ما المكتوب على آخر الكلمة لأضعها ولكن هناك علم ضقيق جداً اسمه علم الصرف وهو بنية الكلمة نفسها وهذه البنية تتحول بمواضع الضبط التي توضع عليها فلابد أن نراعي وأخص هنا المتخصصين والمدققين اللغويين والمحررين لأن هذه إضافة بسيطة في فارق قبير بين المراجع اللغوي والمدقق اللغوي والمحرر اللغوي صدق يعني لابد يكون فيه فارق في هذا العمر بقات بعضها فوق بعض لابد أنه يهتم أي من هؤلاء بشيء اسمه ضبط ما يشكل على الأقل ضبط ما يشكل يعني عندما يكون هناك كلمة يمكن أن تقرأ بعدة أوجه أو بوجهين على الأقل لابد أن يضبط هذه الكلمة حتى أن يساعد القارئ على الفهم السريع للكلمة فهذه الحركات يعني أهدر حقها وأهدر حقها يعني بين الناس وأصبح الناس لا يهتمون بها ولا ينونها أي اهتمام الأمر اللي أثر كثير جدا جدا على الكتابة العربية وجعلنا ندخل في متاهات كنا في غنى عنها إذا أولينا هذا الأمر ما يستعق من عناية وهذه هي النقطة التالية كتابة اللغة العربية على الحسوب والمشكلات التي يقع فيها كثير من المبتدئين وكذلك المتمرسين في مجال التدقيق اللغة فيدي آآ 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 تساوي مربع عند الكمبيوتر فإذا وضعت ستة مربعات مثلا بدون أي فواصل يراهم الكمبيوتر كتلة واحدة من هنا جاء التعامل مع اللغة العربية لابد أن يكون بنكهة خاصة لأننا عندنا شيء سنأتي عليه بعد قليل اسمه علامات الترقيم فعلامات الترقيم هنا عندما يكتب الذي لا يدري هذا الأمر فيكتب مثلا محمد ثم يضع مسافة ويضع فاصلة ويضع مسافة ويكتب حجاج مثلا هذا الكمبيوتر يرى محمد كتلة وهذه الفاصلة كتلة وحجاج كتلة فعندما يأتي هذا الرجل ويكتب عدد من الكلمات الكثيرة ويأتي لضبط السطور يجد أن الفاصلة جاءت في أول السطر ويبذل كل جهده ويبعث في نفسه المباعث حتى يحولها أو يرجع بها إلى مكانها لن تعود صحيح لأن الكمبيوتر لا يفهم لازم نضع نحن ضوابط لكتابة العلامات التقييم على الحاسوب بمعنى أن الفاصلة النقطة علامة التعجب علامة الاستفهام القوس الأخير من زواء كان قوس عادي أو علامة تنصيص حادة أو ناعمة أو قوس هلالي أو قوس أقول الأخير لابد أن يعرف أن كل هذه العلامات ليس قبلها مسافة ولكن بعدها مسافة تمام نعم عكس هذا عكس هذا الكلام الذي أيضا الشارحة والمعترضة الأخير عكس هذا الكلام المعترضة الأولى يعني في الشرطتين الاعتراض همنة الاعتراض الشرطة الأولى في الاعتراض سيدي الأقواص سواء كان القوس الأول سواء كان قوس حاد أو قوس ناعم أو قوس كبير أو قوس صغير أو قوس هلالي أو قوس منجم كل هذه يوجد قبلها مسافة لا يوجد بعدها مسافة والعمدة في هذا هو حرف الواو الواو لا يوجد يوجد قبله مسافة لا توجد بعده مسافة حتى ترى الواو بملاسقة للكلمة التي تليها هذه بعض الإضاءات في كتابة الكمبيوتر أيضا يراعي الطالب وخاصة في أجهزة الكمبيوتر العادية أن لأن كما قلت أنه مربع سيستشعر دوما أن الراء بعيدة عن الكلمة التي تليها لأن الراء عندما نأخذ لها حولها مربع تظهر وكأن فيها مسافة خفية بينها وبين الحرف التالي لها من الكلمة نفسها فعندما أضعنا مسافة إذا كانت الراء آخر الكلمة تبدو كأن هناك مسافة واسعة ولكن هذه حقيقة لا بد أن نسفرها أيضا أحب أنو أن الكلمات المضافة التركيب زي عبد الله وعبد الرحمن يفضل أن لا يكون هناك مسافة بين كلمة عبد والرحمن حتى لا تقسم الكلمة عند ضبط السطور أيضا شكرا مشكلات عديدة قد يقع فيها كثير من اللغويين المتدربين أو المتمرسين ولكن ونحن نتيح الفرصة الآن للمناقشة حول مشكلات الكتابة في اللغة العربية ينبغي أن نتوقف كثيرا أمام علامات التركيب تلك التي ابتدعت مطلع القرن الماضي وكان لابتداعها أثر عظيم في ضبط المعنى وإتاحة الفهوم المناسبة للسياق بضلا عن تدريب المشتغلين باللغة تدريبا حثيثا حول الجمل المتوافقة والمتعارضة أنا أعلم أن لك رأيا عجيبا لعلامات الترقيم وعلامات الضبط وكيف أنها مهمة ثم لك رأي آخر لمعالجة كتابة تنوين النصب بخاصة لدى المدققين فضل نتكلم أولا عن علامات الترقيم علامات الترقيم لم تظهر في اللغة العربية كما تعلم إلا بعد شيخ العروبة أحمد زكي باشا عندما تحدث عنها أول الأمر وبدأ في التعامل معها وهذا كان في عام 1912 من القرن الماضي وطبعا علامات الترقيم تبدأ بالفاصلة أو كما يسميها البعض بالشولة كما يقولون ووضعها متعدد كثير يستخدم كثيرا وفيه سعة فمثلا بين الجمل المتصلة المعنى زي مثل قلب المؤمن طاهر ولا يعرف الحق هنا في فاصلة بعد طاهر بين أقصام الشيء الواحد كما أرقان الصلاة ثم تأتي الشارحة تأتي تكبيرة الإحرام والقيام وكذا وكذا فتوبت فاصلة بين كل هذا التقصير أيضا بعض رفض المنادة يقولون يا خالد أحسن الظن بالناس بعد رملة النداء تأتي الفاصلة بين القسم وجوابه زي نعم فاصلة هي كذلك بين جمل الشرط وجزاء زي والله لأتصدقن قبل ألفاظ البدن إن قدرت أن تزيد ذال الحق على حقه وتطول على من لا حق له ففعل نحط نقطة هنا نحط فاصلة الأدب الكبير لابن المقفع مثلا بين الجمل المعطوفة بين الفصل بين الجمل الاعتراضية زي مثلا فتح الناصر صلاح الدين الأيوبي بيت المقتص فممكن استخدام الفاصلة هنا وممكن استخدام جملة الاعتراض شرط الاعتراض يعني نقول فتح الناصر شرطة صلاح الدين الأيوبي شرطة بيت المقدس أو فتح الناصر فاصلة صلاح الدين الأيوبي فاصلة بيت المقدس أيضا عندنا الفاصلة المنقوطة وهذه أيضا لها مواضع بين الجملتين الثانية منهما سببا للأولى وهذا المشهور والمتعرف عليه والذي يأخذ به كثير من الناس أستذكر دروسي طلبا للنجاح في أحوال التقسيم والتفصيل التي يطول فيها الكلام أو يقصر زي وجدنا الناس قبلنا كانوا أعظم أجساما وأوفر مع أجسامهم أحلاما وأشد قوة وأحسن بقوتهم لأمور إتقانا وأطولوا أعمارا وأفضلوا بأعمارهم لأشياء اختبارا هذه فاصلة منقوطة وفاصلة للفصل بين عدد من المصادر ضمن حاشية واحدة زي عواصم بلد الشام هي سوريا دمشق لبنان بيروت فلسطين القدس الأردن عمان في فاصلة منقوطة وفي فاصلة التراوح بينهم في أيضا من علامات التقييم علامة الاستفهام وهي في نهاية الجملة الاستفهامية وعلامات التأثر أو التعجب أو الانفعال وابتلينا في هذا العصر بأن نجد من يضع ثلاثة علامات استفهام متتالية أو ثلاثة علامات تعجب متتالية لا ندري لماذا هذا الإفراط يعني هل كما قال حبيبنا الدكتور حقاج لزيادة التأثر أو لشدة الاستفهام لا أدري أيضا النقطة التي تأتي اختصار زي ما نقول صندوق بريد فنقوط نقطة بقى نقطة تمام أو في نهاية الجملة الدين والنصيحة وطبعا تأتي عقب الأكواس وكذا وكذا هذه النقطة النقطتان الرأسيتان أو النقطتان المتعامدتان أو نحن نسميهم بلغة دارجة الشارحة قال تعالى وضع النقطتين بدون فاصل ثم الفاصل ويأتي عقب الشرطة وطبعا قلنا الشرطة بتأتي عندنا هنا استخدام عجيب جدا أحيانا أجد كتب الكتاب موجود على غلافه التاريخ الهجري شرطة التاريخ الميلادي هذه الشرطة تعني عندنا إلى يعني أقول أقرأ الصفحات من 15 إلى 23 فالشرطة المعترضة هذه أو الأفقية هذه تساوي في اللغة إلى أما الشرطة التي تساوي الموافقة هي اللي بنسميها الشرطة المائلة أو بلغة الأجانب كما يقولون السلاش تمام في أيضا الشرطتان وهما طبعا جملة المعترضة والأقواص على عواهنها قلت قبل كده في القوس الكبير والقوس الصغير والتنصيص الناعم أو الخشن اللي هو يكون حاد يعني أو الأقواص الهلالية أو المنجمة للتعظيم وعلامات التنصيص طبعا وأيضا علامة الحسف علامة الحسف أو الاختصار في اللغة الذي تعرف عليه أحمد باشا وعترف به هو الثلاث نقاط ولكني وجدت الآن بعض النقاط الذين يستحون من تعدد الفاصلة يمكن أو للسكتة يضعون نقطتين بجوار بعض ولا أدري من أين أتوا بهذا الأمر وهل هذا مقبول عند الناس بصفة عامة أم هذا لجهل تمام ربما ربما أهم شيء في علامات الترقيم بصفة عامة وقبل أن أتكلم أختم بمسألة التي تعرض لها أخي الدكتور محمد حجاج فيما يتعلق بالتنوين وخاصة تنوين النصب قبل التنوين عندي سؤال حقيقة قد وصلنا إلى أكثر من قرب من الزمان منذ يعني أقول استكشاف علامات الترقيم أو وضع رموز للحالات الإثرائية للنشاط اللغوي أو المعنوي في اللغة العربية من فاصلة إلى شرطة إلى علامة استفهام وعلامة تعجب وكذا بعد مئة سنة من هذه التجربة هل هناك إتاحة في المجامع اللغوية أو حتى لدى العلماء المعاصرين لتطوير هذه العلامات أو لإضافة بعض الرموز إلى هذه العلامات لسيما وقد ظهرت يعني الإيموشونات هذه الرموز التي تعبر عن حالات وعواطف ونشائج لدى النفس البشرية هل هناك بحوث تناولت هذه الفكرة لسيما وقد رأينا بعض العلماء المعاصرين أو الراحلين له منهج خاص به هو في كتابة علامات الترقيم وقد ذكرت لحضرتك في لقائنا الشخصي مثلا الإمام الشيخ الأزهري محمد الغزالي رحمه الله وأنت تقرأ له في كتبه تجد في بعض القرات يكتب عددا كبيرا من علامات التأثر أو التعجب رغم أن واحدة تكفي وكذلك علامات الاستفهام بعض علامات أخرى مثل مثلا النقاط هذه النقاط نقطتان لها معنى ثلاث نقاط لها معنى وهكذا كيف ترى هذين الأمرين أستاذ مجاور بخبراتك وحصافتك المجمعين الله يبارك فيك يعني هذا الأمر مردود هو أنه نحن لا نلتزم بالموجود أصلا يعني إذا التزمنا بما وضعه الرجل واستخدمناه استخداما صحيحا لنرى هل نحتاج إلى زيادة هل نحتاج إلى نقص نزيل أقصد بعض الأشياء نحن لا نلتزم يا أخي لابد أن نعرف الشيء ونلتزمه ونلتزم قوانينه ثم نزيد عليه يعني الخليل بن أحمد عندما وضع علم العروض بعده بسنوات جاء الرجل وضع المتدارة لأنه وجد حاجة ملحة لإضافة هذا البخط تمام إذن الاحتياج أو التعديل أو كده عندما نطبق ما وضعه ونجده غير وافي من حقنا النظيف هذا الذي جاء بهذه العلامات أصلا هو وضعها وقال أن هذا يسر على القارئ والمطالع لقراءة الفكرة وأين تنتهي أين تبدأ هذا شيء طيب هل نلتزم نحن بذلك أما زيادة علامات فهذا أمر يخص القارئ وفيما يتعلق بالاختصارات التي على الشابكة هذه أنا أعدها مثل مثل اللغة التي تكون بين أهل الصنع يعني في أيام الشباب والفتوة كنت أمارس بعض الفنون الشعبية فكان عندنا لهجة نتكلم بها بيننا وبين زملائنا بحيث أن أي غريب لا يفهم ما نقول فأنا أظن أن هذا نوع من هذا ولكنه انتشر وممكن استخدامه في من لا يعرف العربية أرجو أن لا نهجر اللغة يا أخي أرجو أن نحاول طمس اللغة تحت أي بند من البنون نحن نلتصق لغتنا يعني لغة تعبدية ومن فضل الله علينا أنها لغة تعبدية يعني لابد لكل من هو مسلم أن يعرف العربية لا أن يسمعها أو يفعل بها كغيره لا لابد أن يعرفها ويتعلمها ويتقنها أنا تعجبت عندما روحت إلى أندونيسيا أنهم يعلمون العربية بالإندونيسية ويتكلمون بالإندونيسية أجدادهم ونعلم جميعا ويعلم جملاء لنا أن علي أحمد بكثير هذا الرجل المفوه هذا مواليد إندونيسيا وولد في إندونيسيا وتربى في إندونيسيا وتعلم العربية في إندونيسيا هذا اليمني المصري نعم لا بدنا نتعلم العربية اصنعوا ما تشاءون في الشابكة ولكن حافظوا على اللغة طبعا سؤالي يعني يأخذوا مناطا علميا بحثا حول النشاط المجمعي الخاص بعلامات الضغط والترقيم وإتاحة التقان علوم التقان والتكنولوجيا لهذا المعنى وكثير من الناس كان يقول إن علامات الترقيم حينما وضعت إنما وضعت لتسهيل فهم المعاني وتقريب التقريب المقصود من المكتوب لعموم القراء ولكن هنا الوقفة التي قلتها ذات مرة نحن نضع علامة التعجب هذه أو علامة التأثر والاسم الصحيح لها علامة التأثر نضع هذه العلامة تجد في مواقف الفرح والحزن والدهشة والتعجب أنا أظن أنه ينبغي إعادة النظر لهذه العلامة لتنوع هذا التأثر وإلا يعني سيكون هناك إدخال ما لهذه المعاني أثناء العبارة المقرؤة لدى غير الناطقين بالعربية بالحقيقة ونحن نعلم هذا الباب للناطقين بغير العربية نجد نجد حرجا في أن نقول إن هذه العلامة هي علامة التعجب ونحن نضعها في الحزن مثلا أو في معنى الفرح وإنما كان الأصوب والأفضل أن نسميها مثلا علامة التأثر لأنها حالة ناتجة من حالات النفس الذي تعلمته الذي تعلمته يا صديقي أنها علامة تعجب وليس تأثر لو أعضوهم أعطاها دلالة التأثر ثم عنا له أن هذا التأثر لا يشمل التعجب أو هذا لا يمس هذا التعجب لا يسمل التأثر فليأتي لنا بعلامة تدد على برمز آخر هذا ما أدعو له تخصير صديقي على أن لا يكون هذا الرمز طبعا هذا أمر آخر طيب بالنسبة لي علامات الضبط ومعالجة كتابة تنوين النصب أنا أعلم أن كثيرا من الكتاب لا يتنبهون إلى الفارق الدقيق بين تنوين النصب والتنوينين الآخرين تفضل المسألة جد بسيطة هي أولا جاءت لنا أن العرب يعني يدللون النصب لا أقول أنهم يحبون النصب لا سمح الله إنما يدللونه لكن أقول ماذا أنني عندما وأنني أقول الجملة العربية جاء محمد وأسأل الطالب ضع ضبط الدال هيضعه على الدال الضمطين على الدال تمام عندما أقول له سلمت على محمد سيضع الكسرتين أيضا على الدال عندما أقول لو ضربت محمدا أين أضع الفتحتين من الضروري أن أضعهم على الدال لأن الدال هي المنونة نعم والدليل على ذلك أنني عندما أقف أقول جاء محمد سلمت على محمد ضربت محمدا فالألف هذه اسمها ألف الترنم أو ألف الإشباع هي ألف تلحق النصب لأنه كما قلت دلله العرب فوضعه هذه الألف بدليل أنني عندما أقول اقتصادي أين أضع الشدة والضمتين أضعهم على الياء أقول اقتصادي أضع الشدة والكسرتين على الياء أيضا لماذا نعم أقول اقتصادي أضع الشدة والفتحتين على الألف أو كما يفعل بعضهم نضع الشدة على الياء والفتحتين على الألف الذي حدث يا صديقي أن في الآلة الكاتبة القديمة التي أظن أنك لم ترها الآلة الكاتبة القديمة كان الألف عليه فتحتين أصلا فيه زرار في الآلة كان الألف عليه فتحتين فهذا إرث من هذا الأمر عندما نأخذ بالتكنولوجيا والتقنية والكمبيوتر عنده هذه الإتعار لماذا لا أكتبها صحيح وأيسر على الناشئة كل هذا الأمر الذي السبب الرئيس لهذه الدردشة هو تيسير اللغة على الناشئة صحيح لمن كانوا قبلنا وإننا نعترف أنهم لو لا هم لما جلسنا لنناظر صحيح يا أخي ابن مالك علمنا هذا قبل قرون عندما قال أن ابن معطن بفضل قد سبق أيوة إذا كنا نعرف شيء فنحن مدينين لمن سبقونا بهذا التقدم بس بكل أسف هذه النقطة وضعت المدققين في حيرة ومشكل يضعوا التنوين فوق الألف أم فوق الحرف الأخير الحرف المنوّل الحرف المنوّل وهذا ما أخوذ به في كتاب الله عز وجل قبل قرون قديمة انظروا للكتابة المصحفية لأنها كتابة متوارسة وخطات المصحف رحمه الله الذي كتب أكثر من يعني آلاف المصاعب بيده يضع كل التنوينات على الحرف السابق للألف لم يضع ابحك بالقرآن كيف ما شئ لن تجد تنوين نصب موجود على الألف أبدا والله أنا يعني رأيي في هذه النقطة وقد قلت هذا الرأي في دوراتي التدريبية أن الألف ليست حرفا من الكلمة وإنما نضع التنوين على الحرف الأخير من الكلمة الحرف المنط به يا صديقي لو أمننا أن الألف هو المنون الألف هو المنون أين حركة العرب الكلمة بضبط بضبط فضلا عن أن الألف حركة طويلة وسكون والتنوين أقول لك حقيقة وجدت هذا وأجده في كتابة بعض الأساتذة وهذه فرصة أن أنوى بهذا الأمر أنهم عندما يضبطون بعض حروف اللين يضعون فوقها سكون يعني يقول مثلا يقول ويضع فوق الواو سكون عفوا أنا لن أقول شيء أنا غذيت هو شيء واحد السكون في الكتابة القديمة يا أخي الكريم كان عبارة عن حاء صغير السكون هي الحاء الصغيرة رأس الحاء أما الدائرة وهذا معمول فيه في القرآن معناها أن هذا الحرف ليس موجودا صحيح هذا الحرف لا ينطق لا ينطق نعم أما في التطور أخذنا حزفنا هذه الحاء الصغيرة واستعدنا عنها بالدائرة فنبع على هذا لما أقول قولا واحدا هنا أضع على الواو ساكن لا بأس صحيح صحيح إنما يقول لا أضع ساكن يقول مثلا يجي وآجده يضع على الياء سكون لا هذه حروف مد لا تضبط هي بمعناها بالحركتها نعم حركة القسرة التي قبلها تنبئ بها أو ضبط من المشكلات أيضا وضع تنوين النصب على الألف بعد همزة وقبلها ألف أيضا هذا إشكال كبير يقع فيه كثير من الكتاب والمؤمنين هذا هذا معلش هذا من عموم البلوة لأننا كلنا زمان نرى الإعلانات عموما بصفة عامة يقولون مساء فيضعوا الألف والهمزة وفتحتين والألف طبعا توالي الأمثال هذا القاعدة الإملائية تقول إذا تطرفت الهمزة وسبقها ألف لا يكتب بعدها ألف المثال نداء مثلا نقول نداءا يبقى ما فيش ألف إنما لما أقول جزءا يبقى فيه ألف هناك قاعدة هذه يعني يعني تحت مبدأ لغوي لا تقع الهمزة بين ألفين ببصر لا هو لا يعني تقع بين ألفين هذا يعني في نوادر الكتابات إنما هي لا تقع بين ألفين أبدا إنما كان العلاج على أساس تنوين النصب في الكلمات التي تسبق تختم بهمزة فقالوا إذا سبقها ألف لا يكتب بعدها ألف إذا لم يسبقها ألف يكتب بعدها ألف ومساني بكلمة نداء وجزء كاد أن يشيع في الفترة الأخيرة على صفحات السوشيال تواصل الاجتماعي ابتداع كتابي عجيب وهو كتابة التاء المربوطة في الكلمة المنصوبة كتابتها بشكل المفتوح يكتب كتابة بأتاء مفتوحة ثم تنوين ثم ألف ولا أخي أخي الكريم ولا يتنبهون ولا يتنبهون إلى أن يكتبون على وسائل التواصل ومنهم أساتذة في تخصصاتهم يعني ما ندرش نهدر حقوقهم نعم هم لا يتقنون العربية هذه مشكلة نسأل عنها يعني عدم إتقانهم العربية يسأل عنهم أساتذة اللغة العربية سامحني يعني عندنا نقطتين هذا الأمر عندنا نقطتين يعني لابد من التنوين بهم أنا أدعو وأرجو كل من يتعامل بلغة العربية حتى على المستوى الجامعي أن تكون هناك حصة المطالعة أو القراءة هذه حصة ضرورية جدا 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 لأن هذه هي التي ترسخ كيفية القراءة وترسخ الكتابة وتجعل الطالب يتابع هذا الأمر ولا يسقط منه شيئا قبل أن نختم إلى التجربة والنصائح أنا أعلم أن لك رأيا في تعليمية الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وترى أن هذا من الخطأ الفضيع المريع الذي يعني يقع في كثير من التربطين المسألة تتعلق بكتب النحو فقط كتب النحو الحديثة كتب القديمة تقول الأمثلة وهم صادقون لأن هذا مثال بناء يعني هذا الفعل بناء يأتي يفعلون يفعلون حتى في القاعدة التي يحفظها الطالب في القاعدة التي تكون في ختام الدرس يقول كل فعل تسند إلى ألف الاثنين أو الجماعة أو ياء المخاطبة هم ثلاثة أشياء لكن ينتج عنهم خمس صور نعم يفعلان وتفعلان يفعلون وتفعلون وتفعلين نعم أي فعل يأتي على هذا الأمر هو من الأمثلة الخمسة يرفع بسجوت النون وينصب ويجزم بحسف النون أيضا نأتي للأسماء هم جابوا الأفعال الخمسة في مقابل الأسماء الخمسة لا هم أسماء ستة أولا وليس خمسة كما تعلم أيها هو الاسم السادس هذا اسم راقي جدا والمفروض أن الطلبة يعرفوه زي ما قلت في جلسة خاصة لأنه معنى هنو لما يستقبح ذكره ما قالوش هو إيه بس اللي يستقبح ذكره نسميه هنو وهذا يعني من التورية الجميلة هم يدرسون يدرسون في علم يعني هذا شيء جميل ولكن عشان نعله الأسماء الخمسة هلؤتماء الأفعال الخمسة هي الأسماء الخمسة أو الستة في مقابل الأمثلة الخمسة هذا يعني شكرا لك على الانتباه لهذه النقطة وعند كله في رقبة أساتذة النحو هم الذين يفعلون ذلك وفي القديم جاء شاعر من الشعراء وقال في مجلس الخليفة قوله فرفع شيء واجب النص فانبر النحوي له وقال له على ما رفعتها رفعتها فقال على ما يسوءك وينوء علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا علماء نحو هم المخولون بإصلاح هذه الأمور كلها وفيهم باركة إن شاء الله لعل التربويين في اختراعهم لهذه الفكرة فكرة الأفعال الخمسة في موازاة الأسماء الخمسة أرادوا أن يعددوا مستويات تلقي اللغة لأنه لا يستحب مطلقا ونحن ندرس الأسماء الستة أن أخبره بالاسم السادس وهو لم ينضج بعد لا يزال في طور البداية العلمية أو النشأ العلمية ولكن في مستوى آخر نستطيع أن نتيح هذا الاسم لا أن يصير في التراث في الحقيقة بعض خريج دار العلوم يقولون إننا قبل دخول دار العلوم لم نكن نسمع بالاسم السادس هذا أصلا وبعض اللغويين الذين يتخرجون في كليات الأداب والتربية لم يدرسوا هذا الاسم فضلا عن شواهده ومعانيه أنا أتفق معك كل الاتفاق وأدعو التربويين ومؤلفي المناهج التعليمية إلى إعادة طرح هذا الاسم مرة أخرى وتعليم الناس ولو في المستوى الثانوي يعني المرحلة الابتدائية القواعد فيها تكون بسيطة ويسيرة وكذا في المرحلة الإعدادية تترقى القواعد إلى مستوى أعلى نسبيا ثم في المرحلة الثانوية يجب أن يقتب هذا الباب بهذا الشكل الأسماء الستة ويدرسونها ويأخذون الأمثلة والاستشهادات أو الشواهد عليها ويستخدمونها أنا أعلم يقينا أن هذا الاسم إذا درس سيساعد مدرسي العلوم العلوم الطبيعية بدلا من أن يقولوا الكلمات الفجة التي تشيع الآن بين الشباب لا يستخدمون هذا الاسم هانو للتعبير عما يستقبح ذكره ذكره من العورة ونحو ذلك أما الأمثلة الخامسة أو الأفعال الخامسة هي نفسها أزمة صيغ المبالغة بالمناسبة ونحن لم يعني لا أريد اسمها أقيسة المبالغة يا دبطور بضبط يعني بعض الناس برضو حتى هذه اللحظة يدرسونها بهذا الشكل الصيغة والمدهش أنهم يدرسونها خمسة فقط خمس صيغ فقط لا يعلمون أنها أكثر من ذلك هي أقيسة والأقيسة المتعددة المتخصصون طبعا يحلمون ذلك يعني الحوار معك يا أستاذنا الحبيب ذو شجون ولكن حتى لا نضيع وقت الحاضرين ووقت المستمعين اسمح لي أن ننتقل إلى النقطة الأخيرة والمحور الأخير حول تجربتك ونصائحك في مجالي التدقيق اللغوي والعمل المعجم المسألة بسيطة بالنسبة لي جدا أقول فقط نحن أمام تجربة فقط أربعين سنة يعني هذا الشعر الذي نراه يتحدث لغة عربية سليمة وصحيحة وهناك خبرات كما نقول بعدد شعر الرأس في التدقيق أنا أشعر أنك دققت لو قلنا عدد صفحات أكثر من مليون صفحة يعني ممكن ملايين الصفحات على مدار هذا العمر الله يبارك فيه لا أنا بس أقصد أنه هناك شيئان جاديرين أقول للزملاء وخاصة أن كثير من الزملاء الآن الباحثين حتى الباحثين الأول هم الذين يكتبون أعماله وأظنك منهم يا دكتور محمد أنت الذي تكتب عملك أنا أهمس في إذنك أنه لابد أن يقرأ عملك شخص غير لابد أن يقرأه شخص ليس أنت لأنك عندما تكتب أنت شيئا أنت الذي تكتبه عندما تقرأه ولو مئة مرة ستقرأه من الحافظة من رأسك صحيح لن تقرأ الذي كتبته فلذلك يقول عين على عين أنا تعلمت هذا من أستاذي علي ألف رحمة الدكتور ضاحي عبد الباقي كان يكتب الشيء ويقول لي اقرأ يا مجاو والله أستاذنا ما أنت كتبت يقول لي لا اقرأ لازم تقرأ فلف إليه لأنه يخشى أن يكون هناك سبق قلم وهو لم يتنبأ إليه فأقول للمؤلفين الذين يتولون مثل هذا الأمر لابد ما احترمنا واعترفنا بكل شيء أنك تكون هناك أما غير المتخصصين فأقول لهم أرجو أن يصنعوا ما صنع الزملاء في الدول الأجنبية في البلاد الغرب كله تجد الكاتب يكتب الكتاب ثم يسلمه للرجل يسمى إديتور محرر هو ألف الكتاب العلمي الكتاب في الهندسة في الطب في الفلك في علم النفس أيا كان ثم يعطيه لمحرر لغوي ليعيد تحرير الكتاب هذا ليس انتقاصا منه ولكن اللغة شيء ولغة العلم شيء آخر أما بالنسبة لمن يتولون المراجعة فنصيحتي أن يعرف مدى قدرته على إجراء التصويم يعني هل هو مراجع لغوي هل هو مضقق لغوي هل هو محرر لغوي يعني يعرف دوره يعرف دوره في ما يصنع مش مجرد أنه أنا صحح للكتاب ما الذي تريد من تصحيح الكتاب هل الأمر يقتصر على الكتاب التصحيح الإملائي والنحوي هل يقتصر على الدقة اللغوية هل يحتاج إلى تحرير في الجمل لابد أن يكون الذي يقوم بالعمل يعرف الدور الذي المناط به أنا أعلم أنك تميز يا أستاذ مجاور بين التخصصات في مجال التدقيق يعني الذي يدقق رسالة علمية أو بحثا لدار العلوم أو لكليات الأداب أو للكليات المتخصصة سيكون له منهج مختلف عن الذي يدقق رسالة في العلوم التجارية أو العلوم الفقوق والقانون أنا أقول كما قلت سابقا وأن يكتهد المدقق أو المراجع أو المحرب في قراءة عينية قراءة بعينه لا بفكره ولا بمخيلته لا بد له أن يقرأ بعينه يعني يقرأ المكتوب أمامه لأن أحيانا الدكتور حقاق يعرف أنه مجاور يبقى مجاور سيد مجاور سكران فلا يقرأ الباقي هو قرأ مجاور انتهى الكلام لا لا بد أن يقرأ كل كلمة كل كلمة وأن يتنبه عندما يجد خطأ أن يعيد قراءة الكلام بعد التصويب لأنه ربما يصرف همه إلى ما صوب فيترك خطأ آخر بجواره لا ينتبه إليه هذا مهم جدا يمكن هذه يعني ما أستطيع أن أقول ولكن قبل أن أغلق قلامي ختاما أعترف وأفر بأن هذه الدردشة ليس المقصود منها تصويب أو محاولة مناقشة ما قام به الأعلام الأوائل وارتضوه طيلة قرون قربة العشرة بل تجاوزتها ولكنها تأتي في مجال تيسير اللغة على الناشئة في ظل التقان والتكنولوجيا الحديثة وأوكد مرة ثانية على أنها محاولة للتيسير والتسهيل لأن هذا المنطلق الهدف منه هو إذابة الجليد وتحطيم الأسوار التي قد تنشأ من الجمود في النقاش وأشكر أخي محمد على ساعة صدرو وأشكر الزملاء وفي انتظار تعليقاتكم التي سأفيد منها على كل الصور بعض التحالية قد تبيح مشاعر وتضيف للحب القديم زوائر بالشعر والرسم التقيناها معه فأبت مغادرتي لأمسي ساهرة حيت بأحسنها اقتساما ناعما أهدته ورد الملتقى وأزاهرة واستمسكت بشعار من قد طيب بالأخضر الفواح قلبا عاطرا قلب طيب ووجه ألق سعادة الأستاذ مجاور السكران قد دردشنا تحورنا تناقشنا في نقاط ومحاور متعددة إن هي إلا يعني آراء طلقة علينا أن نأخذ بها أو لا نأخذ هذا أمر متاح ليس هناك فرض ولا وجوب وإنما هو محض إدلاء دلو بين أطياف اللغة كل شكر لخضرتك على هذه الإتاحة الطيبة وهذا الحوار الناعم والألق الذي كان ملفوفا بعراقة المجمع اللغوي الذي عشت فيه وقد عايشت فيه علماء أفذاذ كبار إبراهيم مذكور وحسن الشافعي وكمال بشر ينهار ربي كمال بشر يدحك وكذلكم الحاضر الجميل يعني أستاذي أبو همام وأستاذي الحاضر الغائب الدكتور الحماس عبداللطير هؤلاء الذين كان لهم أثر عظيم في تطوير أروقة المجمع اللغوي كل شكر لخضرتك أستاذ مجاور نحن الآن سننتقل إلى الدردشة الأخرى المنصة الأوسع منصة الحضور الكريم ومناقشاتهم وأسئلتهم حول ما أثير هذا اليوم من نقاط ومحاور لغوية فليتفضل الأستاذ عدنان لمتابعة من يريد إدلاء دلوه أو سؤالا من الأسئلة جزاكم الله وعنا كل خير بارك الله فيكم دكتور محمد الحجاج وأيضا شكرون الموصول لسعادة الأستاذ مجاور السكران على هذا اللقاء الماتع والذي سعدنا به فبارك الله فيكم معه وجزاكم الله وعنا كل خير ونسأل الله أن يكتبه في ميزان حسناتكم بارك الله فيكم نعم أحبتنا الكرام وصلنا معكم الآن إلى فقرة المداخلات والنقاش لمن أحب أن يستزيد من هذا العلم المبارك فليتفضل وليطرح سؤاله وذلك برفع أداة اليد الموجودة في برنامج الزوم في أسفل برنامج الزوم لكي نتيح له أن يطرح سؤاله فمن أراد فليتفضل أو يطرح سؤاله على التشات مباشرة والأساتذة يجاوبونها إن شاء الله طيب معنا الدكتور بسام الأغبر وتفضل السلام عليكم حياكم الله أحنا دكتور بسام عليكم السلام أهلا وسهلا أصعد الله أوقاتكم ومبارك الله فيكم لا أقول دردشات لغوية ولكنها بذور لغوية دخلت في قلوبنا وقلوب المستمعين جميعا فجزاكم الله خيرا مقدمين ومعدين ومحاضرين جزاكم الله خيرا أستاذنا الفاضل جزاكم بعض الأمور سيدي هي ليست من باب هي فقط من باب الإشارة ونستفيد من حضرتكم فيها القضية الأولى فيما يتعلق بهمزة الوصل همزة الوصل سيد العزيز كما نعلم بأنها همزة التي ترد في صيغتي الماضي والأمر وهي ضرورية لأن العربية لا تبدأ بساكن ولكن بسبب التسكين الطار الواقع على أول الحرفين في اللغة العربية كما قال السيبويه واللغة العربية والناطقين فيها لا يستطيعون أن يبتدئوا بساكن فتشكل عندي في الكلمة ما نسميه في علم الأصوات العناقيد الفونيمية أو الكالسترز ففر الناطق للاحتيال على هذا الأمر كما هو موجود عند اللغات الأخرى مثل كلمة سطوب في اللغة الإجليزية مثل كلمة سبيرينج على سبيل المثال فر الناطق العربي من هذا توالي الساكنين في بداية المقطع إلى الإتاء بهذه الهمزة التي نسميها همزة الوصل وهذا هو سبب مجيئها وجيئت بها إلى هذه الكلمة حتى كما ذكر ابن يعيش في كلامه في بابها الأفعال الماضية وحتى نفرق بين فعل وبين إفعال في الماضي وفي الأمر فمن أجل ذلك سيدي هذا فقط حتى نأخذ من علمكم الواسع إن شاء الله فمن أجل ذلك فرق بينها وبين همزة القطع وهذا رأي بسيط أضعه بين يدي حضرتكم إن رغبتم أن أكمل في طرح الأسئلة وأترك المجال لحضرتكم نستمع الإجابة ونستفيد منكم أفعل إن شاء الله الأمر الثاني صوت يا دكتور صوت دكتور عدنان مش واضح نعم الآن دكتور واضح 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 الصوت أنا تكلمت دكتور عفوا أنا أسأل الأستاذ الفاضل أنا لا أقول هو يقول هناك همزة وصف أين الهمزة هنا همزة أين الهمزة هو ألف جاء للوصف نعم يا أخي الكريم لو أنك في السعودية وطلعت كتاب أستاذي وشيخي ربنا يرحمه إذا كانت وفيه أظنه كذلك الدكتور محمد بن ناصر العبودي لعمل معجم بلاد القسيم أخوة سعودين يعرفون هذا يقول على بريدة يقول بريدة بإسكان الباء هذا الإسكان غير موجود لأن السعودين يقول جئت من بريدة يقول بريدة هو يقول لينطق الباء الساكنة يأتي بألف الوصف هذه اللي هي بريدة لكن لا يوجد همزة الطالب الناشئ يبحث عن الهمزة التي تذكرها ليست موجودة وقلت أن الخليل بن أحمد الذي هو إمام سبوي وقبله قالها هي ألف وصف مصطلح همزة الوصف جاء مع سبوي أنا لا أنكر هذا وجأر علي النحويون لا بأس ولكني أقول أين هي الهمزة هي ليست موجودة لأنها هي ألف وصف ألف جاءت لنصل بالساكن بدليل أنها لا تنطق وإلا أسأل السؤال الذي سألته لأخي محمد حقاج ما الفرق بين الهمزة وهمزة القطع إذا كانت تقول أن هناك همزة همزة قطع أين الهمزة لا هذا مصطلح همزة القطع ما جاء به إلا مقابل همزة الوصف وإننا لو رضدنا هذه الهمزة التي نقول عليها وصف بأنها ألف وصف كما هي في الكتابة القرآنية سنستغني عنها وهذا مجرد اقتراح ليس فرد وإنما هي فكرة للتيسير كما قلت أعلم أن هذا طبعا حجر كبير ألقي في القيادة النحوية لكن أسأل النحاة ما الفرق بين الهمزة وهمزة القطع أين أقول هذه همزة وألقي هذه همزة القطع الذي نتق عندي من خلال خبرة متواضعة جدا أنه لا يوجد شيء اسمه همزة وصف وإنما هي ألف وصف وهمزة بس فقط شكرا بارك الله فيكم الأمر الثاني يا سيدي فيما يتعلق في علامات الترقيم خاصة يعني هذا أيضا أنا أطرحه لحضرتك مجرد رأي من تلميذ إلى أستاذه يا حول فيما يتعلق في وضع الشرطة في بين صلى الله عليه وسلم بين رحمه الله ألا ترى معي أستاذي أن نضع الفاصلتين بينهما خير من أن نضع الشرطة فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع ولا يمكن أن تسقط بسبب وجود هذه الشرطة سيد الحبيب سيد الحبيب عفوا للمقاطعة ولكن هؤلاء الفرنجة الذين صنعوا هذا الجهاز العجيب الذي أكلمك من خلاله الآن أغنونا عن هذا فنحن الآن نضع صلى الله عليه وسلم صورة بدون شرط وبدون أي شيء صحيح حتى رضي الله عنه ورضي الله عنهما ورحمه الله ورحمهما الله أغنونا عن هذا صحيح صحيح ولكن ما زال يعني كثير من الذين يكتبون كتابتهم العديد هو المقصد هنا صديقي ليس أنها جملة معترضة ولكنها جملة معترضة لغير المسلم إنما المسلم الذي يقول أنه مسلم ويعرف دينه يعلم أنه عندما يسمع يسمع الاسم فقط هو يصل لا يحتاج أنه يكتب صحيح لا سنبي حاجة لأن نكتب إذن ما الرأي الذي ترغب في تعميمه ولذلك علامات الترقيم يا أخي الكريم كان لها النصيب الأوفى في التفرقة بين الكلام العادي والكلام المعظم بتاع القرآن نعم الناس قالوا تكتب الكلام كله داخل في بعضه لا تعرف أين أوله وأين أخيرا صحيح 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 شكرا لك على كل حال طب الله يكرمك يا ربي يعني هذا رأيي يريد أن يتم يعمم بين السادة المدققين والذين يعملون أن تلغى الشرطة بين في قولنا صلى الله عليه وسلم أو رحمه الله أو رضي الله عنه وتبقى فقط الفواصل بين هذه الجمل ولا تكون جمل اعتراضية لا بأس لا بأس الذي وضع علامات الترقيم قال أن الاعتراض يكافئ الفصلة يعني تضعها بين فاصلتين ما فيش مشكلة لكن أنا أقول لك أنه بالتقنية الحديثة الآن لا نحتاج لكل هذا لأنها أصبحت تأخذ شكلا جميلا صحيح السخرة السخرة بالجاه صحيح صحيح طيب الأمر الأخير في علامات الترقيم وهي علامات الحذف الثلاث هل من الأفضل أن نضعها بين هلالين أم أن نتركها بين فاصلتين الضوء الثلاث لا المفروض أنك عندما تكتب كلاما ثم يكون هناك كلام كثير آخر لا تضع أي شيء تضع ثلاث نقاط وتضع فاصلة أو فاصلة منقوطة بحسب المتداول وتكتب لا أنا أقصد في حالة الاقتباس سيدي من كتب علمية أنا أخذت لا الثلاث نقاط تكون داخل الكلام المرسل يعني أنا سأأخذ من كلام الدكتور فقرة كاملة لكني سأكتزم منها جملتين أو ثلاثة ولا حاجة الأخير بفتح التنصيص واكتب الجملتين ثم ثلاث نقاط وقفل التنصيص طيب الرأي الأخير ومعذرت أن أخذت أنا كثير من وقت المشاركين الكرام وهو في قضية سيدي رأيك في تشكيل النص كاملا يعني أنا في عندي كتاب في عندي مقالة هل أنا بحاجة هناك بعض الأراء التي ظهرت أو التي خرجت فالت التشكيل يكون لغير العربي أما المتخصص في اللغة العربية فلا يحتاج إلى تشكيل كل حرف فيها ما رأيك يا سيدي لا أنا رأيي وقلت هذا لزميل لي أحبه وأحترمه هو رجل سوري يعني في كندا الآن صديق لي اسمه أحمد مراد هو كان يحب أن يكتب كتبه بالضبط القرآني نعم طبعا هذا الرجل شاب الآن زي كلا يا دكتور عنده الآن 86 سنة نرجو أن نكون ممن تحبهم يا سيدي هو طبعا دلوقتي ما بقاتش زي الأول يعني ما بقاتش عينه زي الأول ولا قدرته زي الأول فقلت له يا دكتور أنا أدعوك أن تضبط ما يشكل ما يشكل تمام؟ بس يعني تضبط ما يشكل الكلمة التي تحتمل القراءة وقراءة أخرى أو قراءة ثانية أو ثلاثة هذه هي التي يجب يجب ضبطها أما الضبط الذي نعمل فأنا وجدت كتب المدراسة في مصر الآن وجدت كتب الطلاب يضبطون للطلاب الضبط حرفي فعلا ولكن الأساتذة هم الذين لا يتقنون هذا الأمر هذه المصيبة أطفل لأنهم لم يتعلموا بهذا الضبط صحيح لكن نحن في مرحلة النش ينبغي أن نلتزم بالضبط حتى نقوم لسان الطفل يعتاده يا أخي الكريم نحن عندما نعلم الأطفال نقول أن هذا الطفل جاء إلى شيخه ليعلمه فقال له الشيخ قل يا ولد تبت يدا قال له يا غلام قل تبت يدا قال تبت يدا أبي الله بن وتم قال تبت يدا أبي الله بن وتم لأنه بالسليقة علمه أن نون المثنى تحسن الله يفتع علي ننشئ الحصيلة اللغوية والحصيلة العلمية ثم نفعل ما نشاء بعد ذلك أظن أستاذ مجاور هذه النقطة يفصل فيها الهدف من النص من التشكيل بعض النصوص بعض النصوص يكون مردها مردا تعليميا تدريبيا على القراءة مثلا عفوا يا دكتور ربنا يفتع عليك تقصد أنت المستهدف بالضبط 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 لكن ما يشكل يشكل هذه قائدة معروفة لدى الأرويق اللغوية لكن أنا يا دكتور محمد حتى المعروفة وأنا طربت لك المسأل وأنت ساعتها قهقه قهقه عظيمة الذي قرأ نشكر الأستاذ علي حسن سلوك بدلا من يقول نشكر الأستاذ على حسن سلوكه فضل أستاذ عبد مارك الله فيكم جزاكم الله خيرا دكتور بسام الأخضر على هذه المداخلة الطيبة نعم أحبتنا الكرام ما زال باب النقاش والمداخلات مفتوحا لمن أحب أن يستزيد من هذا العلم الرائح ومن خبرات أساتذتنا الأفاضل ما زال دكتور عبدان كان في سؤال جاء كتب ومشى نعم السؤال كان هل الناصر اسم من أسماء الله الحسنى هذا السؤال لا أدري الذي كتبه موجود أم غادر لا أغادر نعم غادر هل كل أسماء الله الحسنى كثيرة جدا وفيه كتاب أرجو للأخ الكريم إذا كان أحد يعرفه لأستاذنا الدكتور أحمد مختر عمر اسمه أسماء الله الحسنى اسم الكتاب هكذا جاء به بأسماء غير التسعة ودسعين اسمه المشهورة وعلى فكرة يعني فيه اسمه مشهور جدا وفي كل البلدان أفتكر مكتوب له عبد السطار مع أن الموجود في الأسماء الستير وليس السطار يعني هذه أمور أفتوح من بعض الأسئلة التي وردت يا أستاذ مجاور أيضا فكرة الفارق بين الرسم الإملائي القرآني والرسم الإملائي الحديث نحن لا نعتمد الرسم الإملائي القرآني اعتمادا تاما في الضبط لا لغة القرآن أو رسم القرآن يعني السؤال يقول أن هناك فارقا بين الرسم الإملائي القرآني وغيره من الرسم هذا هذا حقيقي هذا حقيقي طبعا وأنا أرد على هذا ردا يعني فليسامحني الحضور أن من محاسن زماننا أن علماءنا الأول كانوا شديد الحياة جدا في الاقتراب من الرسم القرآن وكانوا دائما يحاولون أن يتجنبوا تماما العبث في هذا الرسم رغم الاختلاف أو الرؤية أو كذا أو كذا هذا لمعرفتهم أن هذا القرآن لا يحتمل أي تعديل من أي أحد ولذلك عانى المفسرون الأول في إيجاد تفسير لماذا رحمة هنا بالتاء المفتوحة وهنا بالتاء المربوض لماذا أيها هنا بألف وهنا بدون ألف لكن لم يجرأ أحد أن يعيد هذه إلى الألف أو يكتب هذه بالتاء المربوض هذه جميلة جدا 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 في أننا نحافظ على القرآن هذا القرآن الذي يجمعنا ونتكلم به مع ربنا فهذا له قدسية ما هذه القدسية عانيت فيها وأنا أدرس في إندونيسيا لأنهم في إندونيسيا يعتبرون يعتبرون أن الكلام العادي في اللغة العربية شيء والقرآن شيء آخر وقد عانيت أن أقول لهم أن القرآن أيضا عربي كاللغة فهذا هو الخوف فلغة القرآن هي نستأنس بها ونأخذ منها ولكن لا نأخذ قاعدة شكرا نعم 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 السلام عليكم أستاذ عبد الرحمن السدحان نعم تفضل أستاذ عبد الرحمن السدحان تفضل نعم معك الصلاحية تفضل بس افتح المايك لو سمحت أستاذ عبد الرحمن أعطيتم الصلاحية تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بداية أقدر لكم هذا العمل الرائع والمحاضرة الأروع بقيادة الأستاذ مجاور السكران الحبيب والصديق والزميل وبقيادة أيضا المحاور المحاضرة الكريم بداية أعرف بنفسي عبد الرحمن السدحان كنت نائبا سابقا لدارة الملك عبد العزيز نائبا سابقا للأمين العام لدارة الملك عبد العزيز والآن أنا متقاعد حقيقة هي ليست مداخلة بقدر ما هي شهادة من شخص متواضع وفقير إلى الله جل وعلا بعد عدد من المداخلات الرائعة أزعم أنني لست متخصصا إنما محبا للغة العربية العظيمة أقول وبالله التوفيق الساد مجاور كان زميلا وصديقا لنا في دارة الملك عبد العزيز عددا من السنوات ويعلم ويعلم الله ويعلم الله ويشهد أقول في سنوات سابقة وما زال إن شاء الله ويعلم الله والله يشهد على ما أقول أنه كان علامة لغوية أو قل علامة لغوية بارزة في دارة الملك عبد العزيز ومرجعية شاملة لكل الزملاء والزميلات في الدارة ولكل الأقسام لمختلف الأقسام وأرجو أن تعفوا عني وتسمحوا إن زللت أو أخطأت بخطاء لغوي فأنا لست متخطصا مثلكم فإنما أنا شخص بسيط ويعرف الأستاذ مجاور هذا الشيء عني فأقول أن الروح الجميلة والابتسام الصادقة التي كان يمتلكها الأستاذ مجاور أو الأخ مجاور كانت هي البلسم لكل الزملاء في دارة الملك عبد العزيز سبحان الله يعني دعني أتحدث بالعامية واسمح لي السيد جاور والزملاء الكارم أنك كنت وفيا ومخلصا ولطيفا وبشوشا وأقول هذا الكلام لست مكرها عليه وليس ولست مجبرا عليه إنما كنت أنا الآن في لدي شغل ويعلم الله أن لدي شغل الآن وقطعته حتى أشترك بهذه الشهادة المتواضعة في حق أخي وزميلي الأستاذ مجاور أنا لم أدخل بمداخلة لغوية لأنكم ما شاء الله تبارك الرحمن يعني كفيتم ووفيتم فلعل مداخلة البسيطة والهامشية تكون متنفسا عن لهذا اللقاء الفخم ولموضوعه الأفخم فأقول حتى أنني أثناء زيارتي لبلد الثاني بلد الأول المصر وأساويها ببلدي المملكة العربية السعودية من حيث الحب والتقدير والاحترام والدعاء لها بالأمن والأمان أقول أنه أثناء زيارتي لمصر العظيمة وللقاهرة المدينة الرائعة أزورها ثلاث مرات تقريبا في السنة لا بد أن أخصص لي وقتا وأنسق مع أخي الأستاذ مجاور بأن يسمح لي ويخصص لي وقتا بل قل يوما أو نصف يوم حتى أستأنس بالجلوس معه والاستماع لكلامه الجميل ولفوائده الجمع العظيمة التي هي منهل لحقيقة يعني فأقول شكرا لك أخي مجاور أبو مصطفى وأتمنى أن لا تحرمني من هذه اللقاءات ومن لقاءاتك الشخصية الجميلة الحميمة التي أستفيد منها الكثير واستفدت منها في سنوات سابقة شكرا لك سيد مجاور شكرا لسعادة المحاور شكرا للضيوف الأكارم الذين استفدت منهم الكثير في هذا اللقاء وحفظكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله في بساك الله وعنا كل خير نعم كلمة لحضرتك أستاذ مجاور تفضل لا كلمة إلا أن تكون في هذه المحاضرة بعض الفائدة للناس وأن أكون ضريفا ليس تقيلا عليكم بارك الله وشكرا لك أخي الدكتور عدنان وشكرا لأخي الدكتور بسام ومختي الدكتورة أميرة والأستاذ صفا ولكل القيمين على المنصة هذه الإطلالة الطيبة وأنا رهن الإشارة إذا أردتم أي شيء إن كان في استطاعتي أو في تمكني فأنا يعني رهن إشارتي والسلام عليكم حفظكم الله حفظكم الله أستاذ مجاور بارك الله فيك نساء الله أن يكتبه في ميزان حسناته الله يبني أحبتنا الكرام نعود مع فضيلة الدكتور محمد الحجاج وله الكلمة الأخيرة تفضل دكتور هزي إليك نخيل الراحي بالرطبي كي تطعم الروح عشقا غير ذي عطبي هيا أريقي رواء الشعر في دمه ثم استريحي على لحن من الطربي واستقبلي متعة الأشواق قائلة في ظل سيدة الأشجار والعنبي قيلي وغني ومن النفس وانتبذي من الأعارض ما تبغين بالحجب فذاك شعري تبار حوله أمل أن تمنحيه عروض الكرس والعربي هناك مريم أضحى سرها مثلا ومريم الآن بين الجد واللعب تمشي الهوين وداء الغرب في قدم ولا دواء له في هذه الكرب إلا أصالة حرف أو نظارته فيصطفى لؤلؤا أزهى من الذهب يروون شعرا عن العشاق مغتربا وشعر عشق يا هذا غير مغترب قد صغته بمداد الخلد تشعله نار الهوى حرقة من دون محتطبي من أشكر؟ أشكر الأستاذ معاز من قسم الدعم الفني الذي أول ما رد علي بينما عرفت منصة أريد أشكر الدكتورة مريم التي أحالتني إلى الجليل الغالية الدكتورة أميرة زبير التي شرفتني بقيادة هذه الندوة وإدارة محاورها أشكرها أيضا على أنها زارتنا في مصر وبكل أسف فاتني لقاؤها لظرف مرضي حين ذاك ولعل في العمر بقية إن شاء الله لنلتقي مرات ومرات أشكر أيضا الأستاذ عدنان الذي يدير اللقاء بشكل طيب وأتاح لي أيضا هذه الفرسة الطيبة كما ينبغي لي أن أشكر أخي الأكبر وأبي الأستاذ الخبير الكبير الأستاذ مجاور على ما تفضل به من دردشة لغوية ومن تجارب وخبرات بين أركان المجمع اللغوي كل التحية للحضور الكريم الذي شرفني بحضور هذا اللقاء وإن شاء الله إلى لقاءات أخر مع منصة أريد كل التحية مجددا سلام الله عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم دكتور محمد حجاج والكلمة الختامية مع الأستاذ المساعد دكتور أميرة زبير سنبس قلت تفضل ولها الصلاحية تفضلي دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام الأساتذة الأفاضل الأستاذات الفضليات حضورنا الكرام إن قسم الترجمة والتغطيق اللغوي في منصة أريد العلمية يضم نخبة من الأساتذة والعلماء الأجلاء من ذوي الخبرات في مجال التغطيق اللغوي وها نحن اليوم نسعد بهذا اللقاء مع أستاذين فاضلين من أعضاء هذا القسم سعادة الأستاذ القدير مجاور سيد السكران الذي كان من اسمه نصيب وهو الجار اللصيق بالمجامع اللغوية واللصيق بعلوم اللغة العربية وآدابها وفنونها رفقة الدكتور الفاضل والشاعر المبدع الدرعامي والمحاول المتمكن سعدت الدكتور محمد حجاج والأمل يحدون في أن ننعم لاحقا بلقاء شعري نستمتع به بنتاجكم الشعري الأصيل أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه التجارب والخدرات مثل ما استمتعنا واستفدنا ويسعدني بالنيابة عن إدارة المنصة أو منصة أريد العلمية أن أتقدم بالشكر العاطر والتوقدير الوافر لسعادة الأستاذ الفاضل مجاور سيد السكران وسعادة الدكتور الفاضل محمد سيد حجاج على مشاركتهما في هذه الفعالية الرائعة والمثرية بالمعرفة وأرجو أن نستمر في تبادل الأفكار والخبرات لنحقق التقدم والتطور في ظل منصة أريد العلمية وحتى نلقاكم في فعالية أخرى من فعاليات قسم الترجمة والتدقيق اللغوي لكم أجمل التحايا وأصدقوا الدعوات بأن يبارك الله في الجهود ويحقق لنا المقصود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنقل الميكروفون للأستاذ عدنان قلعجي ليوضع لكم مشكورا كيفية استخراج شهادة الحضور ولا يفوتني أن أتقدم إليه بشكر الجزيل على مشاركته في التقديم والدعو الفني شكرا جزيلا شكرا شكرا سعادة الدكتور أميرا زوبيرسن بس على هذه الكلمة الطيبة وكل الشكر موصول إلى أساتيثنا الأفاضل الدكتور محمد الحجاج وأيضا سعادة الأستاذ مجاور السكران على هذه الأمسية الطيبة الرائعة فبارك الله فيكم ومجزاكم الله وعنا كل خير نعم أحبتنا الكرام ننتقل سوية إن شاء الله لنشرح طريقة الحصول على الشهادة سوف نقوم إن شاء الله بمشاركة الشاشة سويا دقائق إن شاء الله نعم أحبتنا الكرام نقوم سوية إن شاء الله بالدخول إلى محرك البحث في جوجل ونكتب في خانة البحث منصة أريد العلمية فتظهروا بالصورة الواضحة أمامكم ولمن كان من أعضاء أريد فقط يقوم بالضغط على تسجيل الدخول فيطلب منه الإيميل وكلمة المرور أما لمن لم يلتحق بعد بركب المنصة فبإمكانه التسجيل فيها بدون أي أجور تذكر وبمجرد الضغط على سجل معنا أو سجل مجانا سيتطلب الأمر بضع معلومات بسيطة كالاسم باللغة العربية والاسم باللغة الإنجليزية وبريد ألكتروني فعال وكلمة مرور وتأكيدها وكذلك اختيار الدولة التي نحن فيها ومن ثم الضغط على زر التسجيل فمباشرة تصل إلى الإيميل الخاص بنا رابط التأكيد ومن ثم نصبح أعضاء الرسميين في المنصة والتي تظهر أمامنا بهذا الشكل هذه هي الصفحة الرئيسية للمنصة أو ما يسمى بالحائط نقوم بعدها بالدخول على نظام عليم والذي تشاهدونه في الطرف الأيمني للشاشة نظام عليم نقوم بالضغط عليه فننتقل إلى الأقسام الخاصة بالنظام نختار منها المحاضرات القادمة القسم الذي يوجد في أعلى الشاشة الزاوية اليمنى للشاشة المحاضرات القادمة ومن ثم ننتقل بعدها إلى المحاضرة التي أو اللقاء العلمي الذي نحن بصدده وهي دردشة النغوية تجارب وخبرات بين أركان المجمع النغوي نقوم بالضغط على الرابط الخاص بها فننتقل مباشرة إلى رابط الشهادة وبذلك نقوم بالضغط على أصدار الشهادة باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية وهنا ننبه إلى أن الشهادة برسوم رمزية قدرها 5 دولار فقط وذلك لدوام المنصة نقوم بعد ذلك أحبة الكرام بالضغط على تحميل الشهادة الإلكترونية ثم تأخذ بضعة ثوان فقط وبعد ذلك تنزل الشهادة عندنا أو نحملها عندنا وتظهر بهذا النموذج الذي أمامكم هذه بالنسبة للغة العربية وهذا النموذج بالنسبة للغة الإنجليزية وأيضاً أحبة الكرام ننوه إلى أن من يمتلك العضوية الاحترافية في المنصة فبإمكانه تحميل جميع الشواهد بالمجان نعم أحبة الكرام أيضاً ننوه إلى أن طريقة تعبئة الرصيد لكل عضو من أعضاء المنصة يوجد هنا في أعلى الشاشة علامة الزائد نضغط عليها فننتقل إلى صحة خاصة بتعبئة الرصيد وهناك عدة طرق لتعبئة الرصيد منها عبر أعضاء أريد أو البطاقة الاعتمالية أو التعبئة عبر شركاء الحوالات المالية وهنا عند الدخول على هذا نجد أنه في كل دولة يوجد شريك لمنصة أريد بإمكانه تعبئة الرصيد لنا نعم أحبة الكرام أيضاً بإذن الله سنقوم غداً برفع هذا التسجيل للمحاضرة أو للقاء العلمي هذا على الصفحة الخاصة بمنصة أريد العلمية وهذا هو الموقع الرسمي للمنصة على اليوتيوب بإمكانكم الدخول إليه وتشاهدون فيه جميع المحاضرات التي قدمت تجدونها إن شاء الله في هذا الموقع نعم أحبة الكرام بهذه الطريقة يعني إن شاء الله نكون قد استوفينا طريقة الشرح للشهادة وأيضاً أحبة الكرام أفضل نقطع النت كما يوجد صوت نعم أحبة الكرام نختم لقاءنا المبارك هذا بشكر لجميع الأساتذة الذين شاركونا في هذه الأمسية العطرة ونسأل الله أن يكتبها في ميزان حسناتهم ونختم هذا اللقاء بكفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وإلى لقاءات أخرى متجددة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته